أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر منذ وقت مبكر على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلاة بالبحار والمحيطات لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه وخلال كلمته أمام قمة محيط واحد والمنعقدة بمدينة براست الفرنسية دع رئيس السيسي إلى تكتيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية البحار والمحيطات من تلك الأثار والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها لا تزال الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات لا ترقى إلى المستوى المأمول ومن ثم فإن مصر بصفتيها الرئيس القادم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تدعو إلى تكتيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الأثار والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها وسنعمل من جانبنا على أن تشهد الدورة القادمة للمؤتمر حواراً بناءاً حول هذه المسألة يستند إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة وأن تسفر الدورة عن نتائج ومبادرات طموحة تبني على نتائج مؤتمر الأم المتحدة الثالث للمحيطات الذي تصديفه البرتغال منتصف العام الجاري لتساهم في تعزيز جهود دولنا في تخفيف تبعات تغير المناخ على البحار والمحيطات وفي حجة تمويلة الذي تحتاجه الدول النامية والإفريقية منها على وجه الخصوص للقيام بهذا الجهد اشتركوا في القناة